اشتركوا في القناة وجرى حفل التتشين بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ومعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب الأسبق ومعالي السيد علي بن عبد الرحمن الهاشم مستشار الشؤون القضائية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كتاب يحكي قصة قاض بحريني كان يفصل بين الناس من أجل أن يشيع العدل ويسود بالحق بإنصافه لمالكيه ويروي حكاية مؤرخ أخذ على عاتقه توثيق الأحداث والحفاظ على المقتنيات التاريخية الهامة من مخطوطات ورسائل ومجلدات نادرة تظهر عمق التاريخ البحريني وأصالة من أسس مجدة كمثل رزنامة الزبارة والبحرين باعتبارها وثيقة قيمة تعد من أبرز مقتنيات مكتبة القاضي الأديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي رحمه الله قاضي البحرين خلال الفترة ما بين العام 1962 إلى العام 2009 هذا الشخصية الله يرحمه الشيخ يوسف هذا الجيل محتاج أنه يعرف الكثير عن مثل هذه الشخصية وهذا الرجل طوال حياته كان من الرجال البارزين اللي خدموا هذا البلد وخدموا الوطن العربي بأجمعه فمثل هذه الشخصية لا بد أنها يكون لها مثل هذا الكتاب لتبين وتوضح للناس ما عمل هذا الشخص إن إصدار مركز الوثائق التاريخية التابعي لمركز عيسى الثقافي لهذا الكتاب ينطلق من حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتوثيق سيار أعلام المملكة وتخليد إنجازاتهم الوطنية نبرز مآثر هذا الرجل شيخ يوسف الصديقي لا شك أنها تعطي دلالة طيبة على وفاء أهل البحرين لعلمائهم وأولياء الأمور وكذلك أيضا تعطي مصداقية للرؤية الحكيمة للناشئة حيث تكون هناك القدوة القدوة والأسوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث الناس على أن يكونوا قدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مؤلف الكتاب السيد عبد الناصر الصديقي عمد خلال الحفل إلى تقديم عرض حول أبرز ما تضمنه الكتاب من فصول حول السيرة الذاتية للشيخ يوسف الصديقي رحمه الله ورحلته في طلب العلم والمعرفة التي كانت له فيها العديد من المحطات البارزة أسهمت في سقل شخصيته منذ أن بدأ في الثالثة عشر من عمره أي في لحظات سعيه الأولى بأن يصبح علما ناصع السيرة متسلحا بالعلوم الفقهية والقانونية وحتى الأدبية والذي حدان لكتابة هذا الكتاب هو ما يتمتع به هذا العالم من سيرة طيبة وحيث كان يعمل في القضاء الشرعي وكان على علاقة وثيقة وصل دائما بحكام هذا البحرين وهذه الشخصية ليست شخصية دينية فقط وإنما شخصية أدبية وشخصية شاعرة واهتمت كثيرا بتراث البحرين وتاريخ البحرين الشيخ يوسف الله يرحمه يعتبر أول خريج في قرية السلام وعندما علم أحل الغرية أنه سوف يحضر أو يأتي من السفر التقوم من خارج الديرة فقاموا يعني أعيان البلد وصلوا إلى خارج الديرة وهم يتبعون السيار التي أقلته في هذه الأثناء احتفلوا رفاعة الرايات على كل بيوت الغرية وفي نهاية حفل التدشين قام مؤلف الكتاب بالتوقيع وإهداء نسخ الكتاب للضيوف وللجمهور الحاضرين حتى يتسنى لكل الراغبين التوقل في سيرة الفقيد العطرة والاطلاع على منهاجه العلمي الرصين الذي أسسه بالاجتهاد والدراسة والعزيمة إضافة إلى التعرف على عمق العلاقات التي كانت تجمع الشيخ يوسف الصديق رحمه الله بحكام البحرين بدءا بصاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة طيب الله ثراه وصولا إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى جانب مشاركات الشيخ الصديقي في مختلف الفعاليات العلمية المحلية والدولية لتلفزيون البحرين محمد رشيدات اشتركوا في القناة